انتهت فعاليات الاجتماع الوزري الثلاثي الذي استضافته القاهرة على مدار يومين بشأن مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود للتفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا وأوضحت وزارة الموارد المائية والرأي أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي مؤكدة على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعي المصالح والثوابط المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به ويحقق المنفعة للدول الثلاث وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع من حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ترجمة نانسي قنقر